جامعة عين شمس ومعاتفن المسرحية هاني قاهرة قاهرة دول كلهم تجارة القاهرة وكلهم فريد تمثيل محمد حسن تعالى شد الكرسي وعد معنا كده حمد حسن برضو من الشباب اللي هو خلص تجارة خلص حقوق حقوق عن شمس ولا القاهرة منصورة منصورة رئيس قال تجارة ما نزعلوش بقى ماشي مانا قلت لك تجارة ماشيها تجارة مشيش هذا رئيس قلت خلصت حقوق وقدمت في المعهد العالي في النون المسرحية خلصت في في النون المسرحية ماشي الله ماشي الله موظف دولاللاتي في المسرح القومي زمákل عصص 불�يومي في المسرح لا والله حبيبي زميلكم تعرفوش لا انا قد في المسرح القومي بعدين رجعت تاني الكطار عدت سهل في المسرح القومي وبعدين قال له لuerdo انتدابي فاروحت رجع تاني للقطار الفهمي تشكله يعني حسن محمد حسن من النمازج اللي هم اشتغلوا فترة طويلة يعني يعني اقولي بقى الوستاذ بايوم انت مصرح اللي هم سنوانهجم على حق ال جمعهرية ومصرح المدرسة من السنوي لحد الجامعة حدا teman وانا بنيشتغل في جمعه وجدنا فرقة جديدة في influx الثقافة الجماهرية لان كان في الوقت ده بدأ التفرق مابين ان اللي في الغامع بيشتغل في الجمع والي في الثقافة بيشتغل في الثقافة فاحنا عملنا فرقة ج ده اسمها الفريق ال Delaware ان احنا هنشتغل في الثقافة الجمهرية بعد ما خلصنا الجمعة فعملنا الفرقة دي وبدأنا نشتغل بيها وبعدين قدمت في المعهد اشتغلت بقى يعني في أماكن كتير بقى مش بس في حض المرسود في الجورن بقى في أماكن كده بس كنت بتستمتع بيها جدا يعني هي فكرة ان احنا بنشتغل بحاجة انت تستمتع بيها زي اللي بيحبوا لعبوا كورة مش بيجيبوا كورة ويجيبوا بتاع طبطين ويعملوا فريقين وبيلعبوا تخيل بقى واحد من اللي بيالعبوا كورة يعني فيه أحد الزمله بدون ذكر اسمه يعني اقولك على اسمه بعدين ماشي ابنه عايزي مثل فجاب لي ابنه عشاني مثل انا فكرة انه ابن فلان او بتاعنا يعني انا الشباب دول كلهم انا معرفش ولا حد فيه فجالي قلت له طب انت مثلت فين قال لي انا عملت ماشي كده مع بابا وبتاع قلت له ماشي انت في الجامعة في فريق جامعة قال لي مش كويسين قوي وبتاع ورايح ناقد قلت له طيب تعرف انت عارف محمد صلاح بيلعب فين قال لي في ليفرون ليفرون قلت له طب انا معرفش كورة قلت له طب مثل بيلعب فين قال لي في كذا طب ماشي ماشي مش عارف ايه عارف كل حاجة عن الكورة ومعرفش حاجة عن التمثيل قلت له فيه مهرجان قومي للمسرح شفت كم مصرحية فيه قال لي ولا مصرحية قلت له يعني انا روح تشوف ثمان مصرحيات وانا شغال مماثل لكن بروح لان بحب الشغلانة فبقى تابعها وبقى شوف الناس وكده انت بتحبها منين وعايز تمارسها وانت عمرك ما حبيت الحكاية يعني واحد مثلا زي محمد حسن او زي اي حد من الشباب لو جيت سألته على اي مصرحية من المعروضين حاليا حتى في مصرح الحكومة كلهم شفوه انت كنت بتتابع بيومي؟ وانا خارج من مركز الابداع بروح بيتنا قرب الفجر كده ولا الكلام دوت او انا داخل بلاقي ولاد واقفين في الجراش بتاع الأوبرا بيمثله بيمثله فانا بقول يا ولداد ومش لايه مسرح وبيتدرب اتريهم دول بيعرضوا بيعرضوا دول بيعرضوا وفيه جمهور واقف وبيعرضوا في الشارع فيش حاجة بتوقفهم بالزبط زي بتتقال يا فندم فيه مسرح في وسط البلد اسم الروابط كلكوا اكيد تعرفوها ده عبارة عن الجراش انت عربيات اي احنا كنت بعرض فيه مسرحية اخدني منها محمد ياسين لموجحر طيب طيب انا قعدت يجي سنتين مش عارف هذا الراجل شافني فين اه فولتول يا ريس بعد ما انت صاحبنا بقى اه انتا شفتيني فين عشان تجيبني في دور مهم ازادا الاول جابني مشهد في الجماعة اه وبعدين جابني في دور مهم جدا في موجة حرة مع مين اه مع العبقرة طبعا طبعا انتا شفتيني فين يا ريس قال لي مسرح صلو روابط في وسط البلد كتر تابع المسرح اسمها كذا 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 يعني اذا مفيش مجهودة بيتعمل لا استاذ محمود حميدة ما سبلناش مصرحية للهواة اه اقسم بالله بالروح في الارياف يجيلنا اه في الارياف يجيلنا في اي حتة في الدنيا مفيش مصرحية وهو ولا هو مخرج ولا هو كذا راجل غاوي وبيتفرج وبيشرف وبيعمل والكلام ده الفنان عادي صادق عادي صادق مرد ما بيسبش مصرحية ما بيجيلناش فيها من وانا لسه صم الله رحمه ما تعرفنيش هو كان عارفتي عادي صادق بيبو ويندهلي وحاجات كده ويبوعجب بيها جدا وطير بي الراجل اذا انا بحب حاجة بعملها طبعا مفيش حاجة بتوقفني طبعا انت عملت كم مصرحية حاسم اه 95 مصرحية بالزبط 95 مصرحية في فرق الهواة في فرق الهواة والثقافة الجماهيرية وفي مركز الإبداع وفي الجامعة وفي المدرس السنك الديه حاسم السنك الديه اه عندي 34 سن 34 عملت حاجة و90 مصرحية اه شكلك هتدرب الرقم اه بالنسبة جريمة في المعادي 96 جريمة في المعادي اه عامل دور من الأدوار المهمة يعني ان شاء الله اه لاندك عرض النهاردة لا انهاردة الكاست التاني اه انهاردة الكاست التاني لعمل دوره عماد اسماعيل وعماد اسماعيل برضو ممسل شاطر اه